بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الدفاع أن هذه الذكرى الخالدة تحي دائما في وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضال والعمل الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة للبذل والعطاء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء فيها إنه يطيب لي وهيئة الشرطة بهذه المناسبة أن نعبر لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الاعتزاز والتقدير وأصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد مشيدا ببطولات التضحية والفداء لرجال القوات المسلحة في ساحات الشرف والكرامة والعطاء شكرا شكرا